في هذه الحياة ونحن نتقلب بين أقدار الله سبحانه وتعالى قد تعترض طريقنا بعض الصعاب وبعض المصائب وقد تنزل علينا بعض الشدائد التي ربما يقول الإنسان إنها لن تنفرج وإنها لن تزول وإنها لن تذهب وإنها لن تسهل هذه الشدة ولكن ربما قد نظن بربنا ظن السوء سبحانه وتعالى الإنسان مرة يظن بربه ظن السوء كيف يظن بربه ظن السوء؟ يظن أن هذه المصيبة لن تذهب يوما وأن هذه الشدة لن تزول يوما وهذا كله ظن سوء في ربنا سبحانه وتعالى والله هذا الموضوع اخترته وانا اتأمل قرآن الكريم مرت علي آية في سورة مريم هذه الآية التي جعلتني اتناول هذا الموضوع وهو قول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا يذكر الله لكم قصة عبده زكريا عليه السلام اذ نادى ربه نداء خفية وزكريا عليه السلام كما تعلمون لم يرزق الولد الا بعد ان بلغ من الكبر عتية فزكريا تذكر لا نقول تذكر ذكريا وقف يوما امام الله سبحانه وتعالى موقفا فيه صدق وفيه التجاء وفيه نداء وفيه دعاء لله سبحانه وتعالى وهذا الدعاء كان خفيا اي بينه وبين الله سبحانه وتعالى ونداء خفيا ربما لانه بلغ سنا يستحي ان يقول للناس اريد ان انجب الولد انت شيخ انت الان وهن منك العظم او ربما نداء خفيا لانه يجب عليك ان تختلي بربك سبحانه ان تختلي بربك سبحانه اشتعل اي لم يبقى فيه سواد اي شاب كل شعره ولم اكن بدعائك ربي شقيا يعني انا طامع في رحمتك وانا متعلق بك يا الله ولم يكن بدعائك ربي شقيا فبدأ زكريا يقدم هذا الضعف بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى النداء لم يكن فيه ياء النداء قال ربي ولم يقل يا ربي وقوله ربي دليل اعتقاد القرب من الله سبحانه لما تقول ربي وكأنك تخاطب القريب لا تخاطب البعيد فناداه وقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا الشك وهذا الضعف يظهر ضعفه امام الله سبحانه وتعالى فاجابه الله سبحانه وتعالى اجابة القادر اجابة القادر على ان يزيح كل الصعاب قال كذلك قال ربك هو علي هي اي ما تحتاجه يا زكريا ولو ان كل قوانين الطبيعة ترفضه الكبار والعقر فامراته كانت عاقر من صغرها يعني هذا مرض فيها وانت الان في سن لا تسمح بالانجاب بل يستحيل الانجاب ولكن مع ذلك قال الله سبحانه وتعالى قال كذلك قال ربك اي اذا اراد الله ان يقدر واذا اراد الله ان ينفذ المشيئة وان ينفذ الامر وان يحصل الشيئة فانه يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى قال كذلك قال ربك هو علي هيئن اي سهل وبسيط وميسر اذا اردت ذلك فهذه الوقفة مع هذه الاية هي موحبة لكل من يريد ان يزيل شدة ان يقع فيها وان يتخلص بمصيبة ان يقع فيها فما بينك وبين ان تذهب عليك او عنك تلك المصيبة الا ان تختلي بربك سبحانه وتعالى